للمهن الشاقة في رمضان مولانا انت يعني سيادتك كنت وضعت المعيار ان يبدأ الصيام ثم يختبر حتى يكون الامر على بينا نعم عظيم هذا ما عليه الفتوى يعني عندنا هنا في دار الافتال مصرية ان اصحاب هذه المهن بينو معنا او مع المسلمين جميعا بالليل ان هو صايم غدا ويبتلي صايم بالفعل فاذا ما اشتدت عليه المشقة من هذا العمل الذي يعمل فيه فانه في هذه الحالة يجوز له ان يفتر لكن فيه ايضا امر اخر نحتاج الى ان نبينه هل هذا الانسان يعني عمله هذا لا يمكن ان يؤجل في هذا الشهر الفضيل ده رزق اه اذا كان هذا رزق مهنا يحتمل يعني يحتمل يكون مثلا ممكن اقولك طبعا هاخد اجازة مثلا من هذا العمل محوش الاجازات بتاعته ونخليها في رمضان عشان خطر عايزي هو يشتاقل عبادة الصوت مع الناس فبالك ناخد اجازة اذا كان هناك هذه الفسحة من الاجازات يعني توفير الاجازات طوال العام حتى تقضي رمضانا وتدينها عبادة اه في ناس بتحب كثيرا اه في ناس بتحب كثيرا اه ده صحيح يعني عاز وده جائس هذا طيب وامر محمود عشان خاطر ما يكونش عليه قضاء فيما بعد مزبوط الامر التاني ده رزق يوم بيوم ويوم بيوم ومش حيعرف يؤكل اولاده او اكل نفسه الا اذا كان نزل الشغل وابا احنا في هذه الرخصة التي قال بها العلماء ان انت بتختبر نفسك في اليوم واذا ما اشتدت عليك الحال وزالت المشقة وخرجت عن المعتاد بحيث ان انت اصبعت في ضارة نبين في هذه الحالة يجوز لك ان تفتر في هذا الوقت ثم بعد ذلك بعد ان ينتهي الشهر حنشوف الايام اللي انا عملتها كم يوم افترت فيهم وممكن يكونوا عشرة ايام اللي انا ما تحملتش فيهم عليهم قضاء اه ونشوف كمان يعني ممكن يكون انا اتحملت كل الشهر فالايام التي اشتدت عليه الحال فيها ولم يستطع ان يواصل هذه الايام يقضي هذه الايام فيما بعد رمضان ان تيسر له بمعنى بان عمله في الحقيقة مدام ان احنا قلنا الامر نسبي يبا اذا قد يكون هو متحمل لهذه المشاق مثلا في الشتاء احنا الان سيمنا في الصيف وهو لا يقوى على العمل لا يقوى على الصوم مع وجود هذا العمل لكن في الشتاء في فصل الشتاء يكون الجو يعني اولا اليوم قصير والجو اللطيف فممكن يتحمل معه القضاء فيقضي في هذه الايام حنفترض با انه لا يمكن القضاء هذه الايام لوجود المشاقة المضطردة والمتصل والمتصل يحد يشتغل في قطاع المأولاد طول عمر طول عمر خلاص يبا في هذه الحالة ينتقل يعني خليه زي اصحاب الاعذار او الامراض المستديمة انه هو الايام التي افترها في نهار رمضان ولم يقوى هذه الايام التي لم يقوى على قضائها نظرا لاتصال عمله والمشاق الحاصلة من عمله هي مستمرة ايضا ولا يمكن ان يصوم هذه الايام من القضاء ينتقل الى الفلية في هذه الحالة عظيم ولكن اكيد هيبقى حزين واكيد هيبقى متأثر لكن ايضا بينطمنوا ما هو يعني سيادتك احنا عايزين طبطب عليه لان انا مش عايزه كمان يومحروم الجزء لا احنا عايزين يفهم او احنا نفهم جميعا يعني بان احنا هنا في حالة امتسال لامر الله وهنا في حالة امتسال للحفاظ على النفس ايضا لان انا كمان يعني يعني بستشرف شوية المسألة ان لو تعطلت الاعمال تعطلت الاوطان وتعطلت ماكنة العمل وهؤلاء عادة بيكونوا تروس اساسية في الماكينة العملاقة اللي شغالة في البلاد وبالتالي اعتقد ان محتاجين من يسندهم دينيا ويرفع معنوياتهم عشان يؤدوا بكفاءة وصلاة نعم احنا اتفقنا على ان عندما ننتقل من حكم الى حكم يعني لو انه انت افطر عندما شق الامر عليك مشقة بالغة لا تتحمل هذه المشقة او مشقة خرجت عن المعتاد عموما في مثل هذه الظروفك انت فانت عندما تفطر هذا لا يعني بانك تفلت من الدين وانما انت ايضا منفذ للتعليم موافذ للدين